أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يا مؤمن من أنت؟ دعونا في البداية نقرأ مع بعض الآية الموجودة في رسالة روميا أصاح 12 وعد 14 فرحا مع الفارحين وبكاء مع الباكين وحلقة اليوم بعنوان الفرح ابقوا معنا أعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني ومعنا ضفنا العزيز الأسيس نصر الله صليب أهلا بحضرتك أعلم بيك حالة اليوم هتكون حلوة قوي النهاردة عن الفرح والسعادة بس عايزين يعرف إيه هي أسباب الفرح والسعادة بالنسبة لإنسان أسباب كتيرة للفرح والسعادة في حياة الإنسان هناك أسباب الفرح الدنياوي وده لي صور كتيرة جدا وهناك أيضا الفرح الروحي الفرح الناتج عن كلمة الله أن كلمة الله بتصنع في النفس فرح عظيم جدا لا يوضاها بفرح الدنيا ومباهجها الفرح الدنياوي زي ما بنقول هو فرح مؤقت فرح لا يدوم يختلف شدته أو تختلف شدته من موقف لآخر لكن الفرح الروحي الفرح الموجود في كلمة الله في العلاقة مع الله في القلب المؤمن القلب بيعتمر بالخير والعطاء والمحبة فرح دائم بنشوف بعض الناس عندهم ابتهاج وفرح دائم في كل أمور حياتهم في كل المواقف اللي بيقابلوها في كل تعاملاتهم صداقتهم بيبقى في فرح جميل في حياتهم منبعه هو صلاتهم بالله دائما الإنسان اللي على صلب الله تماما كالإنسان الذي لا يحمل حملا فوق كدفه إحنا كبشر في رحلة حياتنا شايلين أحمال تقيلة علينا وأعتقد أن الشخص اللي شايل حملة تقيل وماشي في مشوار طويل يمكن ما يقدرش يفرح فرح كتير لكن مع الله بنحط أحمالنا عليه فبالتالي بنبقى محررين من هذه الأحمال نقدر نفرح فرح رائع جميل متواصل بيملى القلب والحياة بيملى البيوت وبيملى العلاقات وتلاقي الشخص اللي عنده فرح بإعلاقته مع الله حيث ما يوجد يوجد الفرح هو بيصنع الفرح في المكان اللي بيتواجد فيه لأنه عنده صراء في الفرح في قلبه فبيخرج حتى لما يكون فيه ناس عندهم مشكلة وهو بيتواجد بتتحل المشكلة بسهولة لأنه الله بيديه حكمة وبيديه النعمة وبيفيد من فرحه على الآخرين الفرح على فكرة معدي يعني بعض الناس الفرحين يتواجدوا في مكان فيقدوا المكان كله بالفرح يعمل جاوه من النشوة والفرح والبهجة في المكان اللي هو موجود فيه أبناء الله بيستمتعوا بهذه الميزة الحلوة الجميلة يعني فيه فرح دنيوي وفيه فرح روحي يقول أشعياء النبي في نصح 51 وعدد ثلاثة يقول إن كلمة الله نفسها الفرح والابتهاجي وجدان فيها الحمد وصوت الترنم الحمد وصوت الترنم قد إيه المرنم ساعات ألاقي شخص قاعد لوحده أو بيمارس عمل أو بيرنم والفرح بيشع من كلامه ده الفرح الروحي بالزفد ده الفرح الروحي الجميل الدائم اللي هو ده هي فرح آخر ومحروم الشخص البعيد عن الله وعن كلمة الله من هذه الفرحة الرائعة جدا حارم نفسه الشخص اللي حارم نفسه من بهجة معرفة الله والحياة في كنف الله الحياة بصحوبية الله بصداقة الله بالفرح اللي بيديه الله كنز كبير قوي حارب نفسه منه كل إنسان بعيدا عن الله أكيد يا أستيس لأن الفرح ده بينبع من القلب حتى في وصل المشاكل والأزمات والأمراض بيبقى الإنسان فرحان ده صحيح وتستغرب أنه بالرغم أن كل الظروف بمر بيها بس قلبه فرحان ووش مبتسم ومنور تستغرب ليه يعني الحالة اللي عنده دي أنا أذكر اختبار لأحد قريبي كان ابنه شاب وتوفى وتعجب المعزين من فرح الأب الأب بيخدم المعزين بطريقة هو اللي بيعزيهم هو اللي بيعزيهم وبيساعدهم وبيرحب بيهم وكأن يعني يوم فرح مش يوم حزن والمعزين كانوا متعجبين جدا إزاي البعض يقول ده لسه الصدمة ما أصارتش ومش عارف كلام كده يعني لكن في الحقيقة هو كان إيمانه قوي جدا والفرح في قلبه كان كبير جدا لدرجة أنه قدر يعبر الصدمة بفرح من الله وكان نسل أنا لن أنساه أبدا أنه في أعز أوقات الضيق كان هناك فرح وهناك طمأنينة وسلام ومحبة ونعمة من عند الله أمين أسيس إحنا عملنا لقاءات مع الناس في الشارع وسألناهم لو كان في فرح إيجابي ممكن يأثر على صحة الإنسان وبالعكس لو كان في فرح سلبي ممكن برضو يأثر على صحة الإنسان فخلنا مع بعض نشوف الفيديو كليب ونرجع تاني ونتناقش مع الأسيس نعم الفرح هو من أهم العناصر في حياة الإنسان الإنسان إذا ما كان فرحان في حياته وفرحان مع ربه يلاقي كثير من الصعوبات والمشاكل في حياته إن كان مع عائلته إن كان مع ربه إن كان مع إخوانه في العمل في أي مكان كان مع أصدقائه كل هذا الشيء يؤدي بالنتيجة إلى المرض والضعف في جسم الإنسان الفرح المهم مهم جداً الفرح الفرح هي صحة الإنسان بدون أي تردد إنما الكآبة والحزن هايدي بتأثر فلباً متل ما تفضلت وحكيت بتأثر فلباً على جسم الإنسان على الدورة دموية بتأثر على القلب بتأثر على الدماغ بتأثر على ضغط الإنسان بتأثر أنا بتصور المشاعر السلبية هي أكتر بتأثر على الفكر وبفتكر الجسم كله النظام الجسم كله معتمد على العقل يعني أياما وقت إحنا إذا نفكر مزبوط بنقدر نعالج حالنا بالطريقة المزبوطة بفتكر أكتر شيء المشاعر السلبية والحزن بأثر على نمط تفكيرنا تفكيرنا بأثر على القرارات اللي مناخدهم بحياتنا الحزن والكآبة صحيح أنه ما في غنى عنها يعني الأحياء الإنسان معرض ولكن تأثيراته كتير كتير شديدة على الصحة ومش بس الصحة الشخصية صحة من هم حواليك وهذه الخطورة فيها لسبب الإنسان يجب قد ما فيه يبعد عن هالأمور هاي دي أو يتغلب عليها أستاذ بعد ما سألنا الناس إذا كان الفرح بيأثر إيجابي على صحة الإنسان كمان الحزن بيأثر بالسلبي على صحة الإنسان مزبوط الكلام ده؟ لا شك أنه فيه علاقة بين الفرح وبين الصحة النفسية والجسدية للإنسان فأبحث كتير أجراها أطباء وعلماء نفس وحتى علماء اجتماع عن علاقة الفرح والحالة النفسية للإنسان بالحالة الصحية للإنسان والنتائج كانت أنه فيه صلة قوية وعميقة جدا بين الاتنين لأن الحالة النفسية للإنسان إذا تكون في حالة يعني في توافق وانسجام بيكون الحالة الصحية للإنسان أيضا حالة جيدة لأنه يعني سبحان الله ربنا خلقنا عندنا توازن في أجسدنا ما بين حالتنا النفسية وأفكارنا وبين حالتنا الصحية ففي بعض الأحيان نقابل شخص تكون معنوياته منخفضة فتلاقي أنه كل شكواه أحزان وإحساس بأنه مظلوم وبأنه بيتعذب وبأنه تعبان في حياته وبأنه نقصه حاجات كتير وعنده أمراض وتلاقي الشكوى كتير تحسي أنه روحه المعنوية منخفضة نفسيته تعبان عنده مشاكل نفسية فبينحكس على حالته الصحية تلاقي دايما من تعب لتعب بعض الأطباء حتى لما نروح لهم بشوية الفلوانزة بسيطة فيقول لك أنت في حاجة في حياتك مضيقاكة يعني أنت بصفة عامة تبتيت لك كم مرة الفلوانزة السنة يعني يربط بين المرض بالحالة النفسية ومعظم الأطباء بيسألوا السؤال ده يعني أنا فاكر مرة كان عندي ديء في التنفس وبعدين روحت وعملت اختبارات وكلها طلعت كويسة الرئة كويسة والتنفس كويس ومفيش حاجة وبعدين في الآخر الدكتور لفت نظر الحاجة قال لي أنت في حاجة مضيقاك في حياتك وقلت له أنا بفكر كتير فقال لي ما تفكرش حاول تنام يعني لما تيجي تنام قلت له ده أنا على الأقل ساعتين قبل ما نام أفكر قال لا حاول تقلل الوقت ده أو حاول تنام بسرعة وفعلا لما بقيت يعني أقلص وقت التفكير بقيت أنام بسرعة وأنام كويس وبعدين تصلح مرضونا نفس خالص والحمد لله أشكر ربنا كتاب المقدس بيقول القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا وبحزن القلب تنصحق الروح بحزن القلب تنصحق الروح وانصحق الروح تدمير للصحة صحة الإنسان طول ما عندنا فرح وسعادة يقولك حتى في مجموعة عضلات أنا مش فاكر قد إيه بتتحرك في الوجه لما بنتحك وفي مجموعة أخرى بتتحرك لما نحزن وانه ده مفيد حتى لملامح الوجه الطفل السعيد تلاقي ملامحه براءة بجماله ببراءة وعلى خلاف الطفل التعييس اللي دايما بيبكي دايما حاسس بأنه ما عندهوش فرح ما عندهوش سعادة تلاقي الوجه مرسوم عليه الحزن ده والديق ده مش بس الأطفال حتى الكبار الكآبة والحزن والديق بيصنعوا على الوجه السمة بكل أسف الله عاوز الإنسان يكون فرحان يحب أنه خليقتي دي يكونوا سعداء ويكونوا فرحانين ويكونوا مبسوطين حتى لما نشوف واحد فرحان مش بنديله عمره ونقول له أنت يعني أقل من عمرك بالظفت وفي نفس الوقت لما نشوف واحد حزين وكأيه بنقول له يا ده أنت بنديلك يعني عمر أكبر من عمرك بالظفت بسنين بعشر سنين أكبر بيبقى كآبة عنده كده وحزن ووجه بيكرمش بسرعة وتجاعد تبن عليه وممكن كمان يموت بسرعة تجيله أمراض في القلب أحد الفلسفة بيحضرني كلام ويقول أنه لا يقاصل عمر بعدد السنين مظبوط ولكن بأوقات الفرح يعني فعلا الأوقات الفرح هي عمرنا الحقيقي الأوقات اللي بنعيشها فرح هي حياتنا الحقيقية وكلما كانت علاقتنا بالله علاقة قوية حقيقية مبنية على أسس خالي بالك أنه للأسف شديد بعض الناس بتخدع نفسها أنها على علاقة قوية مع الله بينما بيكون العلاقة مش حقيقية ومش قوية مش مبنية على معرفة بالله لأن الحياة الروحية الحقيقية مبنية على معرفة حقيقية ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح ابنك الذي فالحياة الروحية اللي فيها فرح وفيها سعادة ده عمر أطول لأنه أوقات الفرح فيها أطول أكيد عمر الإنسان أطول لأنه عاش أوقات فرح وسعادة أكتر بكتير من الشخص البعيد عن الله ومحظوظ الشخص اللي بيعيش سنين طويلة وهو سعيد وفرحان أكيد 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 في أرض الشقائي وأيام المصاعب ما أقصر أوقات الفرح السعيدة نفوس أسقلتها هموم الحياة وزادت دقاط القلوب الشريدة فما أحوك بني الإنسان لوقت الفرح والبهجة الرشيدة شعوبا وأمما لحلم السعادة تطوق وتهف أزمنة عديدة ويسأل الناس ويبحث العالم عن سر السعادة الفقيدة الشهيدة وكم تمنى جموع الأنام يعود الزمان لأيام الطفولة ففرح الصغار أسمى السرور وعهد الطفولة مباهج فريدة فإن كنت تروم الفرح الأكيد وترجو نفسك سعادة عتيدة حياة البر وعيش النقاء فرحا يدوم وبهجة أكيدة إلى الله سلم مجامع قلبك فسر السعادة نقاء السريرة أعزائي المجلدين رجعنا لكم تاني ونكمل مع بعض حلقة الفرح أسيس ممكن يكون الفرح نقيد للحزم في الوقت الصعب والمشاكل والظروف اللي بنمر بها في الحياة ممكن يكون الحزن نفسه وقت استعداد للفرح لأنه إحنا مخلوقين بمشاعر الفرح ومشاعر الحزن وما فيش إنسان ما بيجس في الحزن زي ما بيجوز في الفرح فالحزن ممكن يكون زي ما قلت فترة استعداد للفرح فترة تأهب للفرح فيقول الرب يسوى في يحنى 16 المرأة وهي تالت تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح فهنا كان الحزن فترة استعداد المرأة لما بتيجي ساعة الولادة بتبقى في حالة تعب شديد جدا وحالة حزن من أجل هذا التعب لكن بيسمر هذا الحزن وهذا التعب صمرة عظيمة بتنسيها بتاخد ولدها في حضنها بتنسى كل التعب اللي مرت به وبيتحول الحزن إلى فرح حقيقي فالفرح في حياة الإنسان ممكن يكون الحزن فترة استعداد ليه قلب الحكماء في بيت النوح وقلب الجهال في بيت الفرح طب ازاي الجهال عندهم فرحة زي ما قلت مؤقتة سطحية فممكن تلاقي الشخص بيضحك وسعيد جدا جدا وبعد ثواني معدودة تلاقيه كئيب جدا وحزين جدا لانه مش بيت حك من قلبه لانه فرح ملهوش جزور في القلب ملهوش حقيقي لكن فرح لكن قلب الحكماء في بيت النوح بمعنى انه حتى في اوقات الفرح بيكونوا عاملين حساب لاوقات اخرى او عثرات اخرى ممكن تمر في حياتهم عامل حساب يعني ايه يعني مستعد مستعد عشان لما يجي التعب او الضيق فاكون مستعد جاهز ما تصدمش يعني بيحضرني حكمة تقول احذر منها اذا زهت من الدنيا احذر من الدنيا اذا زهت فممكن تيجي اوقات فرح كبيرة تتكلم عن الفرح الدنيوي وبعدين تيجي بعدها اوقات ضيق فالانسان يصدم ويكتائب ويتحول لشخص اخر خالص لانه ما كانش عامل حساب للوقت ده لكن احنا بسلطنا مع الله بنكون عايشين متقبلين لكل شيء جات اوقات فرح سعداء جات اوقات ضيق وحزن احنا بنتدايق وبنحزن لكن على امل ان يكون هذا الضيق والحزن هو وقت استعداد لفرح ووقت مؤقت كمان بالضبط طب أسيد فيه أسباب ممكن تنزع فرحي كتير وضحنا كتير مليان الحياة بالأمور الصعبة اللي بنواجهها في حياتنا لكن اي فرح هتنزعه مني هذه الظروف او هذه العسرات او الامراض او اي شيء اي فرح هتنزعه مني هل الفرح المؤقت ولا الفرح الدائم الفرح الدائم الفرح الروحي لا يمكن اي حاجة تنزعه مني مش ممكن ابدا اي شيء يقدر ينزع الفرح الروحي من الانسان ايه سبب اللي ممكن ينزع الفرح بتاعي اسباب الفرح نزع الفرح المؤقت زي ما قلنا انه مثلا انا عندي اجازة وبعدين انا هستغل الاجازة دي في اني اروح اتفسح في مكان ما اعمل نزهة عشان اجدد بها نشاطي والكلام مجرد التفكير في العودة ينزع الفرح يعني مجرد التفكير ان انا اني سعدها تنتهي خلاص فضل اربعة ايام فضل تلات ايام وحارجع تاني اخش في دايرة العمل وكلام ده ده سبب لنزع الفرح كمان الاتهضات او الادقاط او المظالم كل دي امور ممكن تنزع فرح الانسان لكن زي ما قلنا في الاول انه في فرح دائم عند الانسان بيهون عليه نزع اي فرح دنياوى اخر بمعنى انه لو انا فقدت مبلغ بسيط من المال في يوم سمعت فيه خبر سعيد جدا مهتم مش باللي فقط لانه في حاجة غطت في حاجة كبيرة غطت على ده فاذا عندي فرح روحي هيغطي على كل حزن او كل نزع للفرح ممكن يصادفني في حياتي فيقلى ميزان الفرح المؤقت ويوطى ويقلى ويوطى لكن ميزان الفرح الروحي دائم ومستقر بصفة مستديمة بيديني سعادة ويديني راحة ويديني سلام ويديني فرح دائم من عند الله يعني حتى في وسط المشاكل والصعوبات ممكن افرح بالزبط بالزبط ممكن افرح ممكن افرح فرح روحي عظيم يعني مش لازم اضحك وغني واتنطط بس يعني قلبي فرحان بالزبط عندي سلام داخلي الفرح الشكلي يقول عنه الكتاب المقدس في امثال 21-17 محب الفرح انسان معوز دايما عنده الفرح السطحي ده والشكل ده هو معوز محتاج محتاج فرح ايه اه محتاج هو محتاج محتاج يعرف يعني ايه فرح وعشان يعيش عايز الفرح السطحي ده على طول على طول على طول واذا خلص بيدور عليه ويمكن ده احد اسباب الادمان الادمان بيدخل تحت هذا المسمى انه هو بيشعر بفرح غير حقيقي فرح زائف فبيدور عليه مجرد ما تأثير المخدر بيخلص فبيدور عليه مرة تانية هو معوز محتاج على طول على طول لفرح بينما هو مش فرح هو تدمير للانسان تدمير لفكره وعقله وجسده تدمير لكل شيء في الانسان بس هو فرح كاذب فرح زائف بيدور عليه الانسان المحب للفرح الزائف ده بصفة مستديمة عشان يكمل النقص اللي موجود عنتم طب أستيس فيما كله بتقول فلان فرح في فلان وفلان فرح لفلان يعني ممكن الاخرين يفرحولي وممكن الاخرين إذا كان عندهم الفرح الروحي الجميل حيفرحولي مش حيفرحوا في والاخرين إذا كان إذا كانوا محرومين أو بمعنى إذا كانوا هم حربين نفسهم من الفرح الروحي الفرح بكلمة الله الفرح بالقرب من الله بالعلاقة مع الله بيكون عندهم الاستعداد زي ما بنقول كده بالعمية الشماتة الشماتة هي فرح في مصائب الآخرين لكن الخيرين ما بيضايقهمش موضوع الشماتة ده لأنه بيبقوا وصقين أنه هيعقب هذا الحزن فرح آتي من الله ولا مكان في قلوبهم أو في أفكارهم للحقد والضغينة للشماتة أو الحقد أو الأمور دي يعني أنا ببقى سعيد جدا لما قابل شخص بيقابل إساءة بعدم اهتمام أو عدم بشعر أنه هو فعلا روحياته عالية وعنده ثقة في الله وعنده ثقة أنه الله هو المسير للأمور وليس الناس وليس شماتة الناس أو اضطهاد الناس أو كراهية الناس لكن الله هو المسك الدفة وبيبقى متجه بنظره لإلهه زي ما يقول الكتاب المقدس ناظرين إلى رئيس إيمانا ومكمله الرب يسوع المسيح يعني دي من ثمار المؤمن أن هو يفرح لفرح الآخرين ويزعل لزعل الآخرين برضه فرحا مع الفرحين وبكاءا مع البكين المشاركة يمكن المشاركة هنتكلم عنها في حلقة المشاركة الإيجابية زي ما قلنا في الأول بتعمل نوع أو جو من البهجة لما يكون فيه مشاركة في الفرح وفيه ترابط كمان وفيه ترابط وفيه علاقات قوية وصدقات ومحبة حقيقية كلها قائمة على بزرة الفرح اللي بيزرعها الشخص الفرح روحيا في المكان اللي بيكون موجود فيه فبينشر الفرح مع عند الآخرين أكيد يعني المؤمن بيبان من رد فعله لما بيسمع خبر حلو عن حد أكيد لو زعل يعني حسب غيرة على فكرة قد إيه الله بيكرم الإنسان لما يفرح لفرح الآخرين وقد إيه بيتعس نفسه الإنسان اللي ما بيفرحش الفرح الآخرين لما بيحس بالغيرة بقى والحضب وكده يعني يتقال أنه الغيرة نار نار فعلا بتاكل قلب الغيران لأنه بيبقى عاوز يحقق الأفضل وهو مش قادر مش قادر يحقق الأفضل فبيشعر بالضيق والحزن والألم نتيجة أنه مش قادر يحقق وغيره حقق وغيره أفضل وهو مش قادر ويقعيش حياته كلها في حالة من المقارنات الدائمة بينه وبين الآخرين ده جاب وأنا ما جبتش ده عنده ده ابنه طلع كذا وأنا ما ده صحته كويسة ويفضل بقى شاغل حياته كلها بالمقارنات ما لهاش أي قيمة إنما بتعود عليه هو بالضيقة ده يختلف تماما عن الشخص المحب الخير اللي يفرح لفرح الآخرين يا رب زدهم وديهم أكتر فلان حصل كذا يستحق هو كويس هو مجتهد هو شخص أنا متأكد أنه ربنا حيباركه أكتر وحيديله أكتر ويكون ده شعوره دائم تجاه الآخرين فربنا بيغضق من بركاته ونعمه على الشخص اللي قلبه مفتوح ومتمني للفرح للآخرين أمين هي دي ثمار المؤمن أكيد إنه يفرح مع الفرحين ويحزن مع الحزانة والباكين آه طبعا 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 ده من صلب الإيمان مرسي قوي أسيس على الحلقة الحلوة قوي دي وإنت فرحتنا فيها فعلا بالأخبار الجميلة اللي أتهاننا دي عزيزي المجتمع والمشاهد آه أتمنى أن كل واحد يختبر الفرح الحقيقي في حياته آه الفرح الروحي لأن الفرح الروحي هو ده اللي بيستمر معاك إلى أن يجيء المسيح مرة تانية آه واللي ما بيختبرش الحزن في حياته ما بيعرفش المعنى حقيقي للفرح وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله وربا معاكم موسيقى اشتركوا في القناة